مرحبا يا اصدقائي انا دلوفان معي من قناة ترنابيس رجعت لكم فيديو جديد سوف نحدث فيه عن ازاحة صفر الماكينة يا اصدقائي موضوع ازاحة صفر الماكينة عنا على سبيل المثال هاي الرسمة قلنا ازاحة صفر او تطبق الاوامر من G54 ل59 يسهل عملية البرمجة في المكان الذي تحسن انها تستخدم فيه اصفار اضافية للمشغولة طبعا عنا ست اصفار هي G54 G55 G56 G57 G58 G59 ويتم الغاؤهم عن طريق G53 عنا هذه المشغولة يا اصدقائي قلنا بالعادة صفر الماكينة تكون خلف الظرف هاي صفر الماكينة قلنا صفر الماكينة خلف الظرف قلنا نستطيع نقل صفر الماكينة الى خلف المشغولة لكن لسهولة البرمجة للمبرمج نقوم بنقلة الى امام المشغولة او في وجه المشغولة طبعا هذا الامر يتم عن طريق G54 اول صفر وهو G54 مثلا G54 مثلا G54 المحور الزايد طبعا هي تنتقل على المحور الزايد هنا ننقلها انا بهالحالة عن طريق G54 انا نقلتها من خلف الظرف الى امام او الى وجه المشغولة اذا كان بدي انا بدي يرجع صفر المشغولة الى هون او بدي يحط نقطة تانية الى هون انا اشتغلت لهونيك بدي يحط نقطة هون كمان نقطة تانية فهي راح تكون الجي 55 راح تكون نقطة تانية الجي 55 طبعا نحن عنا بالسجل ازاحة وزياحة صفر الماكينة عنا ست اصفار بنا نستخدمون لسهولة البرمجة المبرمجة اثناء استخدام الاوامر G54 الى G59 الاحداثيات او اصفار البرنامج اصفار البرنامج تدخل الى زاكرة واحدة التحكم الخاصة بسجل ازاحة على سبيل المثال نحن عنا بالصفحة او بالسجل ازاحة عنا موجودة بك عنا G54 XZ G55 XZ G56 XZ G57 XZ وهكذا متل ما شايفونه من الصورة يعني ما بتدخل جوة البرنامج راح تتنحفظ بالسجل ازاحة بالماكينة على سبيل عنا على سبيل عنا او نظام تشغيل فانونغ متل ما شايفونه من الصورة انه السجل ازاحة تتسجل بالصفحة الوفست بالوعدة التحكم نقطة ثانية صغير لما ناخد ابعاد النقل صفر الماكينة الى اي مكان قمنا بنقلي تأخذ الابعاد او تقاس الابعاد من صفر الماكينة الى النقطة اللي نحن وصلنا عليها من هون من هون لهون تأخذ الابعاد تسجل او الجي اربعة وخمسين يعني من صفر الماكينة للنقطة اللي نحن بدنا نسجل فيها نقطة صفر الجديدة الغاء اصفار او سجل الازاحة يتم عن طريق الجي تلاتة وخمسين يتم عن طريق الجي تلاتة وخمسين وبعد ان زي ما بتحكم كمان يتم عن طريق الجي خمسين حسب نظام التشغيل اللي نحن عملنا طبعا هاي كانت ااااا عن ازاحة صفر الماكينة او صفر المشغولة من خلف الماكينة ااا خلف الزرف الى اي نقطة يسهل على الأدر المبرمج للبرمجة وتكون المقاييس يعني دقيقة تستخدم فيها عمليات المعقدة طبعا اذا عجبكم الفيديو ما تنسان من اللاك واشتراك في القناة كان معكم دلوان معي من القناة ترنوويس شكراً لكم